بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين نتوقف مع حضراتكم في طريق جديد إلى الله نسلكه سوياً بالعلم والفهم والتدبر نسأل بعض الأسئلة التي يطرحها الناس ونستفهم حول كثير من الأمور التي تقول بخاطرنا عن التصوف فإن كنا نعرف ما التصوف من الحلقات السابقة فإننا نسأل أيضاً عن سلوكيات المصريين وما تفسير هذه السلوكيات البعض يستنكر على المصريين زيارة الأضرحة والبعض يستنكر تلك العلاقة الوطيضة التي تربط المصريين بحب آل البيت وبزيارة مساجد آل البيت والبعض يسأل عن تلك الحضرات وحلقات الذكر وكيف تكون أصولها كل هذه التساؤلات يكون لنا فيها الكثير من الوقفات بالعلم والفهم لكننا نتذكر ما ترك لنا من أثر وما قال لنا الكشيري في مرجعه العظيم الرسالة القشيرية تحدث عن الزهد وقال اختلف الناس في الزهد فمنهم من قال الزهد في الحرام لأن الحلال مباح من قبل الله سبحانه وتعالى كما قال الزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلة ثم قال إن الزهد لا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف على مفقود منها وقال أيضا هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف فما لنا في الزهد إلا الكثير من الاكتهاد نحاول ونرتقي ونحاول ثم قد نصل في هذا المقام نحاول سويا الوصول إلى طريق صحيح وطريق جديد إلى الله سبحانه وتعالى من مملكة الدرميش ترجمة نانسي قنقر